وانا عايز اقول لكم بس في اخر حلقة كده هقول لكم على قصة بنت كده يعني دي قصة حقيقية وحصلت من حوالي اسابيع قليلة يعني ان احد زملائنا يعني في العمل كانت بتحكي انها موجودة في مكان وفي بنت صغيرة بنت مراهقة يعني يعني في عمر المراهقة يعني عمرها حوالي 15 سنة حصلها وفاة مفاجأة كانت قعدة في كافيه وحصلها وفاة مفاجأة ليه؟ كانت اول مرة في حياتها تشرب مشروب من مشروبات الطاقة وكادم بتشرب كمان سجارة الكترونية حصل لها وفاة يعني ربنا يرحمها طبعا يا رب وخلوا بالك من نفسك وخلوا بالك من ولادك أرجوك يعني بشكل عام ممنوع يعني تناول مشروبات الطاقة لكن ممنوع بقى خالص ممنوع تناول مشروبات الطاقة للناس اللي أقل من 18 سنة لكبار السن وحط بقى كبار السن دي زي ما انت عايز هتقول لي كبار السن يعني من سن كام زي ما انت ان شاء الله من سن 20 سنة أنا بعتبرهم كبار السن بقى خلاص يبقى ممنوع لأقل من 18 سنة ممنوع لكبار السن ده ممنوع منعا بتا ممنوع للحوامل أي واحدة حامل ممنوع تشرب مشروبات الطاقة ممنوع لو أي واحدة بتردع رضاعة طبيعية أنها تشرب مشروبات الطاقة وممنوع زي ما لسه قايلين لأي حد عنده حساسية معلومة ضد الكفايين يعني حد مثلا جرب يشرب حاجة فيها كفايين وحصل له كده مشاكل واستفح جلدي نفسه كان صعب شوية يعرف أنه عنده حساسية ضد الكفايين بالمناسبة الحساسية ضد الكفايين دي أحيانا بتحصل يعني فيه حد يقولك لا أنا ما بيجيليش حساسية ضد الكفايين حلو؟ طيب انت عرفت منين يقولك أنا بشرب فينجان قهوة وما بيحصل ليش حاجة تمام يجي في مرة من المرات يحصل له حساسية ضد الكفايين فلما يرجع نرجع بالتاريخ المرة دي نقوله إيه مبارح مثلا يقولك أصلنا شربت قهوة خمس مرات أو أربع مرات معنى كده إيه؟ إن الحساسية مش لازم تحصل من مرة لا أحيانا من كتر المحتوى يعني زيادة محتوى الكفايين في الجسم قد يؤدي إلى حدوث الحساسية فهمتوا قصدي؟ أصل الناس بتفتكر إن اللي عندهم حساسية دول لو خدوا بقق بقى قهوة هو اللي يجيلي بلهم حساسية لا ممكن الحساسية تشرب فينجان قهوة ما يجيلكش حساسية تشرب كوباية من القهوة اللي هي باللبن والحاجات دي مع تمام إنما الله أعلم لو كترت في نفسي اليوم إيه اللي ممكن يحصل؟